تقول السائل ما نصيحتكم للمرأة وما هو الأفضل لها الزواج إذا تقدم لها الكفر أو عدم الزواج لتربية أولادها نصيحتنا لها أن تتقي الله سبحانه وتعالى وتحافظ على الفرايض تتجنب المحرمات وتلزم الستر والحجاب والحشمة وإذا تيسر لها زوج صالح إنها تتزوج ولو كان لها أولاد لأن الزواج فيه مصلحة إعفاف لها والزوج يكون قواما عليها ففيه مصالح لها فإذا كان يمكن الجمع بين تربية الأولاد والتزوج فإنها تتزوج أما إذا كان لا يمكن فتربية الأولاد لا شك إنها أولا يقول هل يجمع ما داموا صغارا نعم